مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم أوبرا عايدة الشهيرة للموسيقار الإيطالي جيوسيب فردي التي عرضت لأول مرة في عام 1871 في دار الأوبرا الخديوية بالعاصمة المصرية القاهرة في القصر الملكي في مدينة منف الفرعونية يخبر رئيس الكهنة رامفس المحاربة راداميس أن إثيوبيا تستعد لهجوم آخر ضد مصر يأمل راداميس أن يقود الجيش المصري إنه يحب عايدة الأمة الإثيوبية للأميرة أمنيرس ابنة الملك ويعتقد أن النصر في الحرب سيمكنه من تحريرها والزواج منها لكن الأميرة أمنيرس تحب راداميس وعندما يلتقي الثلاثة تشعر بالغيرة من مشاعره اتجاه عايدة يخبر رسول لملك مصر الكهنة والجنود المجتمعين أن الإثيوبيين يتقدمون يعين الملك راداميس لقيادة الجيش ثم يغنون جميعا نشيدا وطنيا تترك عايدة وحيدة ممزقة بين حبها لراداميس والولاء لبلدها الأم حيث يتولى والدها أم ناصرو الحكم كملك وتصلي للآلهة من أجل الرحمة في معبد فولكان يكرس الكهنة راداميس لخدمة الرب ويأمره رامفس بحماية الوطن في الفصل الثاني تهزم إثيوبيا وتنتظر الأميرة أم ناريس العودة المظفرة لراداميس عندما تقترب عايدة ترسل الأميرة مرافقتها الأخرين بعيدا حتى تتمكن من معرفة مشاعر أمتها تتظاهر أولا أن راداميس قتل في المعركة ثم تخبرها أنه لا يزال على قيد الحياة ردود أفعال عايدة لا تدع مجالا للشك في أنها تحب راداميس تغادر أم ناريس للمشاركة في موكب النصر وهي متأكدة بأنها ستنتصر على منافستها عند بوابات المدينة يراقب الملك وأم ناريس الاحتفالات ويتوج راداميس بإكليل المنتصر من الإثيوبيين الذين تم القبض عليهم أم ناصرو والد عايدة الذي يشير إلى ابنته بعدم الكشف عن هويته كملك يعجب راداميس بمنشدة أم ناصرو البليغة للرحمة ويطلب إلغاء حكم الإعدام على السجناء وإطلاق سراحهم يوافق الملك على طلبه لكنه يبقي على أم ناصرو في الحجز يعلن الملك عن مكافأة راداميس وهي أن تكون الأميرة أم ناريس زوجة له في الفصل الثالث تدخل أم ناريس عشية زفافها مع رئيس الكهنة رامفس معبدا على ضفاف النيل للصلاة عايدة التي تنتظر راداميس تائهة في التفكير في وطنها يظهر أم ناصرو فجأة مستحضرا إحساس عايدة بالواجب يجعلها توافق على أن تعرف من راداميس الطريق الذي سيسلكه الجيش المصري لغزو إثيوبيا يختبئ أم ناصرو عندما يصل راداميس ليؤكد حبه لعايدة يحلمان بمستقبل حياتهما معا ويوافق راداميس على الهروب معها تسأله عايدة عن مسار جيشه وحين يكشف السر يخرج أم ناصرو من مخبأه عندما يدرك راداميس أن أم ناصرو هو الملك الإثيوبي يشعر بالرعب مما فعله وبينما يحاول أم ناصرو وعايدة تهدئته يخرج رانفس وأم ناريس من المعبد يستطيع الأب وابنته الهروب لكن راداميس يستسلم للكهنة فيقبضون عليه في الفصل الرابع ينتظر راداميس المحاكمة كخائن وهو يعتقد أن عايدة ماتت وحتى بعد أن يعلم أنها نجت يرفض عرضا من أم ناريس لإنقاذه إذا تخلى عن عايدة عندما يمثل أمام الكهنة يرفض الرد على اتهاماتهم ويحكم عليه بدفنه حيا تتوسل أم ناريس الرحمة لكن القضاة لا يغيرون حكمهم فتلعنهم تختبئ عايدة في القبو أسفل المعبد لتشارك راداميس مصيره يعبران عن حبهما للمرة الأخيرة بينما تصلي أم ناريس في المعبد من أجل روح راداميس أتمنى أن يكون ملخص أوبرا عايدة قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر